وكذلك تعزيز السيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية نقطة توافق بين المترشحين الثلاثة للحديث أكثر حول هذه النقاط يسعدني استضافة معي في الستوديو الأستاذ وحيد بطريق المحلل السياسي صباح الخير أستاذ شكرا لقبولك دعوة شكرا مرحبا في البداية أستاذ الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية المترشحون يرفعون الوتيرة في عرض برامجهم واستمالة الناخبين للتوجه نحو صندوق الاقتراع 15 يوما تمر عن بداية الحملة الانتخابية ربما بمتابعتكم لأصداء هذه الحملة كيف تقيمونها بسم الله الرحمن الرحيم الوتيرة تزداد يوم بعد يوم خاصة في الخرجات الميدانية معناه في العمل الجواري وكذلك التجمعات وفي الأوين الأخيرة هناك نقل لهذه التجمعات في السوشيال ميديا بما يعرف الإيكس والفيسبوك وتويتر وغيرها هذا جد مهم يعني لإيصال هذه التطلعات إلى أغلبية المواطنين المواطنين بصفة عامة كانت لهم تطلعاتهم كانت كلها في طبق من خطابات وفي البرامج المترشحين الثلاث وأغلبيتهم يعني ركزوا النقطة الأولى وهي على الجانب الاجتماعي نقول الجانب الاجتماعي بكل ما تحمله هذه الكلمة يعني ركزوا على الشباب أنهم هما العنصر الأساسي والفاعل الحاضر يعني الآن والمستقبالي للأمة وما ينتظره من تحديات حدثوا كذلك عن الطالبة وزيادة الطالبة وزيادة في الأجور وإعادة النظر كذلك في الميزانية التي تخص الطالبة حتى تصل إلى الطالب نفسه ما تروحش على اليسر اليمين تكلموا كذلك عن ماكيتة في البيت تكلموا كذلك عن العمال لزيادة في الأجور تكلموا عن المعاشات في المتقادل تكلموا على البطالين أن كلهم فرص عمل وكذلك زيادة في منحة البطالة إذن بصفة عامة هذه كلها تدين إلى نتيجة ما هي النتيجة أنها تقوية الجبهة الداخلية طيب أستاذ لما تكلموا عن كل هذه النقاط المشتركة بين المترشحين الثلاث أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك الرافع من القدرة الشرائية هذه الأهداف ركز عليها المترشحون ضمن برامجهم الانتخابية وخاصة خلال خطاباتهم السياسية هل هناك تغير في الخطاب السياسي خلال هذه الحملة الانتخابية نعم هو خطاب نوعي خطاب غابة منه الخطابات الشعبوية يعني كل ما اقترحوه المترشحين هو قابل للتدسيد حسب خبرائهم وليس ببعيد ولهذا هناك احترام كذلك للمواطن أو للناخب في خطابهم هذا الاحترام أعطى مصداقية وأعطى نقلة نوعية في هذه الاستحقاقات إذن وكذلك لا ننسى أن في هذه التجمعات إذ حضرتنا بعضها ومتابعا قرب هناك البلطجة السياسية تكاد تكون منعدمة كما كانت من قبل وهي مرتبكة وهذه أعطت قيمة إضافية لهذه الانتخابات أن أخلقت العمل السياسي وهو مجسد في الميدان طبعا وتم الارتقاء بمضمون الخطاب السياسي خلال هذه الحملة نعم خطاب سياسي جد حضاري ما فيه السب والشيط بعيدا عن الملاسنات والممارسات التي شهدناها في المواعد الانتخابية الماضية الملاسنات التي لا تخدم لا الحملة الانتخابية ولا تخدم لا الوطن وكذلك الملاسنات أو الكلام الجريح الذي يمس بالنسيج الاجتماعي يعني لتمزيق وهذه كلها أصبحت من الماضي طيب أستاذ وحيد بطريق نقطة أخرى تقاطعت فيها البرامج الانتخابية المترشحين تتعلق بدعم القضايا العادلة وتعزيز السيادة الوطنية وكما ذكرت قبل قليل نقطة مهمة تعزيز السيادة الوطنية لمجابهة كل الأبواق الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار الجزائر وأمن هذا البلد هناك ربما وعي من طرف الطبقة السياسية من طرف المترشحين الثلاث بأولوية هذا الملف وأهميته خاصة بالنسبة للظروف الراهنة نعم هذا الخطاب أعطى وحد الحصن للمجتمع أن الاختراقات لن تكون يعني إلا شاهدنا من قبل انتخابات اللي فاتت هناك رؤساء ومنهم رئيس الفرنسي بنفسه يعني تدخل في الرئاسيات الجزائرية وبرلمانيين تدخلوا في الأوروبيين وجرائد وشخصيات دولية وعالمية معروفة وغير هذه المرة لم نشهد هذه الأبواق تدخلت السبب الوحيد أن الخطابات المترشحين كانت خطابات وطنية بامتياز وكذلك أبواق الداخل لم تتحرك وهي في إيرباك يعني بما يسمى الأبواق اللي تخدم للأجندات أو اللي تخدم المرتزقة اللي يخدموا إلى الإمبريالية العالمية يعني توظيفهم بالإمبريالية العالمية بما يسمى الحروب الهاجينة للجيل الرابع والجيل الخامس بما يسمى تفتيت المجتمع أو خلق الدعاية أو خلق الفوضى من الداخل هذه الأبواق هي مرتبكة تماما هذا بسبب السلطة القائمة وبسبب كذلك الخطابات الحضرية وما يقدمه هذا المترشحين الثلاث يعني قدموا شيء يثمن لهم في التاريخ والمستقبل طيب أستاذ هل الوعي الشعبي في الجزائر اليوم يرتقي لمستوى التحديات التي تواجه الجزائر خاصة على المستوى الخارجي على الحدود الجزائرية أيضا نعم بالنسبة للشعب الجزائري هذه الشعب الجزائري معروف لما تكلب له بصراحة وبواقعية أنا الشعب الجزائري له الكرموزون يعني الجينات انتعه هو جينات قومية حب الوطن انتعه جمع يعني شفناهم يخرجوا إلى الخارج إلى دول غربية يتزوجون هناك عمل هناك مازايا هناك ولكن لما يكون العالم الوطني الجميع يلتفد وراء العالم الوطني أو القضايا المصرية الوطنية إذن لا خوف على الجزائر مدام الشعب الجزائري ومدام القائمين على هذا الوطن والبلاد هم في الصف الأول يدافعون على الوطن نعم هناك تحديات كبيرة المواطن واعي بها جدا لأن التحديات هناك تغييرات جيوسياسية في الإقليم وفي المستوى الدولي هناك نظام عالمي يكاد أن تنتهي صلاحياته أصبح منطور وأصبحت أغلبية الدول تريد نظام عالمي جديد والجزائر تريد أن تكون من مهندس هذا النظام ولن تكون كما كانت كل الدول العربية يعني لا تكتفي بدور المتفرج لا لا هذا يعني كنا في بعض الحرب العالمية الثانية لما تشكل هذا النظام العالمي كل الدول العربية والإفريقية كانت تحت الاستعمار وكذلك الأسيوية أغلبيتها وتشكل من الدول الإمبريارية معروفة اليوم الجزائر تريد ولهذا هي في الواجهة وتريد تكون من مهندسي هذا النظام وتكون فاعلة وسيدة في الإقليم وفي الواجهة التي يوجد الموجودين في العالم وخاصة في الإقليم طيب أستاذ أبو طريق بالعودة لأصداء الحملة الانتخابية في أسبوح الأخير ربما الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية شهد التحاق العديد من الأسماء والقيادات الحزبية للمشاركة في الحملة الانتخابية ودعم المترشحين الثلاث مثال ربما مشاركة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة الذي كان قد نفس حسان الفوز برئاسة حركة الحمص وأيضا مشاركة عضو مجلس الأمة ضمن ثلث الرئاسة أبو جراب سلطاني ربما سؤال ما هي قراءتكم السياسية لمثل هكذا مشاركات وكيف تؤثر ربما التحاق هكذا أسماء لها وزن سياسي في الجزائر على مصار الحملة الانتخابية هذا واجب عليهم لأنهم منخرطوا مناظلوا الحركة ومن قيادات هذه الحركة وزيد على ذلك هذه الشخصيات وطنية لهم وزنهم السياسي ولهم باع كبير وخبرة كبيرة ولهم أتباع كذلك ولهذا إعطاء أولا للسيد حساني وللانتخابات الرئاسية وكذلك لإستمال أكثر لمناظل الحركة وكذلك لمهمش مناظلين يعني للمواطنين لأنه أولا هادوا لهم خبرة وتقلدوا حقائب وزارية وكانوا مسؤولين في الدولة وهم رجال الدولة ولهذا دخولهم هو جد مهم إعطاء يعني لهذه الانتخابات وخاصة للحزب ولمناظله ولمواطنين طيب أستاذ يقال أن الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية هو أسبوع الحزم ينافس فيه المترشحين الثلاثة على استمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين وأيضا ربما استمالة الكتلة الصامتة سياسيا ماذا يقصد بهذا المفرد أستاذ نعم الكتلة الصامتة هي جد مهمة يعني اللي يستطاع أن يدغدر أو يستاميل الكتلة الصامتة سيكون هناك حسب لأنه الانتخابات وإذا شفنا الانتخابات اللي فاتت مثلا 2019 رأي يستبون حوالي 5 ملايين صوت يعني بشاومها والباقي كلهم حوالي 3 ملايين صوت 8 ملايين وهي 24 مليون كتلة الناخبة بصفة عامة معنتها أكثر من نص لابن ينتخبوا إذن كتلة الناخبة هي جد مهمة ويتقدر تقلب الموازنة وتقدر تقلب المعادلة إذن الجميع يراهن شفناها حتى في الدولة الكبيرة يراهنون على الكتلة الصامتة الناخبة الصامتة لأنها عريضة وكبيرة حوالي 60% أقول لك حوالي 60% هذه كتلة صامتة هذه لو تتحرك ولهذا شفنا في الخطابات انتحهم الجميع يريد يريد الوصول إلى هذه الكتلة بخطابتهم وببرامجهم طبعا ربما الرهان صعب خاصة وأنه رهان كسر العزوف الانتخابي في هذا الاستحقاق الرئاسي يسعى إليه كل المترشحين الثلاث وكل الطبقات السياسية من أحزاب داعمة لهذه المترشحين نعم أنا كنت تقولي لي نرجع لك تقولي الكتلة الصامتة كتلة الصامتة يكون 30% منها أو 20% تأميل إلى جهة ما تقلب كل الموازين تقلب كل الموازين ومعتقلات تخلق الفارق إذن هذه جد مهمة من أستطاع أن يحرك أو يجلب إليه أو هذه الكتلة سيغير كل الموازين اللعبة في الختام أستاذ وحيد بطريق أن نتطرق لنقطة مهمة تتعلق بالصمت الانتخابي هو فترة تتوقف فيها كل الأنشطة المتعلقة بالحملة الانتخابية ربما ما مدى أهمية احترام المترشحين وطبقة سياسية لفترة الصمت الانتخابي وعدم خرق هذه الفترة هذا جد مهم وهذه هذه مادة قانونية ومعروفة وأصبحت كعرف يعني وفي العالم بأسره اللي يمشي إلى الانتخابات لغم هذا طبعا تختلف المدة من دولة إلى أخرى من دولة إلى أخرى تختلف إلا المدة يعني المدة ولكن هذه جد مهمة تعطي تعطي احترام احترام كبير لهذه الانتخابات وزيد لها من لافالير انتحها على كل حال واليوم أنا لا أظن في الوقت هذا اللي نمر فيه يعني في الأوقات السابقة والجميع احترمها إذن في هذا الوقت والجزائر المستقرة في كل الجوانب في الجوانب السياسية جيوسياسية مستقرة أمنية مستقرة اجتماعية مستقرة في كل الجوانب وشفنا الحملة يعني مرت ب مرت بسلام مرت بطرق جد حضارية يعني يعني الكثير الكثير لم يكن ينتظر أن الحملة تمر بهذه الطريقة الحضارية أنا أظن الجميع سيحترم هذا الوقت للصمت الانتخابي هذا جد مهم للتحذير والانتظار إلى يوم الاقتراع إن شاء الله طبعا يعني سيستمر الهدوء الذي ميز هذه الحملة الانتخابية وسيستمر الانضباط من خلال المترشحين احترمهم لكل الضوابط التي أقرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الأخير أستاذة وحيد بطريق المحل السياسي كيف تتوقع أن يكون نسق الحملة الانتخابية في نهايتها خلال هذه الأيام لا ما سؤالك ما يعني وطيرة الحملة الانتخابية خلال آخر أيام الحملة الانتخابية وطيرة الحملة تزداد أنا قلت لك تزداد في الأخيرة وهي هو عمل ماراتوني وأظن المترشحين سيريدون مسح كل المناطق للوطن وكل الولايات وكل بقعة يريدون زيارتها نشاهد المترشحين هما من الشمال للجنوب بالطائرة يوميا يعني من مكان إلى آخر مسح كل مناطق الجزائر القارة الكبيرة وكذلك الوصول إلى أغلبية المواطنين لشرح برامجهم أظن الوطن ستزداد في هذه الأيام البقية أستاذ وحيد بطريق المحل السياسي شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا من خلال هذا النقاش شكرا مشاهدين الكرام نواصل دائما أخبرنا حيث ونظمة منظمة متقعدية